كان مع أصدقائه في حي الروضة ولم يعلم ما ينتظره نواف طفل في السادسة عشر من عمره أصابته قذيفة لميليشيا الحوثي في تعز كما استشهد بجواره بعض جيرانه وأصيب آخرون بترت يده اليسرى كما اخترقت شضايا صدره وأصبحت حياته مهددة نتيجة الإصابات الخطرة هذا قريبي كان في الحارة طيب والشباب وقام مقضوف وابتتر يده من هنا والشباب ستعشر قريح وشهيد عيد مع ناطف الشهيد ومكلف والآن هم في العنان وقاها الباقة للقرحة وهم كانوا في الحارة جميعا وقعت مقضوف هاون من العدو في مستشفى الصفوة يجري الأطباء عمليات جراحية له بتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كما يتكفل المركز بمعالجة آلاف الجرحة الذين سقطوا بنيران ميليشيا الحوثي وكذلك إجراء عمليات جراحية كبرى عبر تعاقده مع عدة مستشفيات في تعز الجريحة الأول خلفي الآن هو الأخ نواف تمام هذا اللي كانت إصابة باترة للطرف الأيسر مع تمزق وفقدان قزم الصدر الأيسر وكذلك تم إصابة في البطن أدت إلى نزيف مع تمزق الطحال والأمعا إعاقة دائمة تلازم نواف بعد أن كان يتطلع لمستقبل واعد لكن هكذا أصبح حاله كحال مئات الأطفال المبتورين بألغام ونيران ميليشيا الحوثي يقابله صمت العالم إذا هذه الجرائم بلال الصبر الإخبارية تعز